تتواصل بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية فعالية معرض المدينة المنورة للكتاب في دورته الثالثة الذي تشارك فيه 16 دولة عربية وأجنبية تعد مصر ثاني أكبر الدول المشاركة بعد الدول المضيفة السعودية حيث يشارك ما يزيد عن 80 دار نشر مصرية في المعرض أكثر من 80 دار نشر مصرية تشارك في معرض المدينة المنورة للكتاب في دورة الثالثة وذلك في مجالات الأدب والعلوم والمعارف العامة وأدب الأطفال والعلوم السياسية وتعد مصر ثاني أكبر الدول المشاركة في المعرض والله المعرض ممتاز جداً الدورة الثالثة لانعقاده السنة دي بعد سنة دورتين كانوا نجحين ده بيؤكد على استمرار التواصل الجيد مع الجمهور وأن الجمهور بيقدر يحصل على الإصدارات من دون النشر لما بينتظروها من السنة للسنة وده بيبقى له مردود كبير طبعاً على المباعد معرض المدينة المنورة للكتاب في دورته الثالثة يأتي بعد أن حققت الدورتين السابقتين للمعرض في عامي 2022 و23 نجاحاً كبيراً والذي انعكس في حجم المبيعات المرتفعة من الكتب وعداد الزور ويشارك في هذه الدورة 300 دار نشر من 16 دولة موزعة على 200 جناح بالمعرض معرض المدينة للكتاب أول معرض أحضره محلي والإقبال جداً رائع التنظيم جداً جميل الناس بدأت تتوافد في هذا المعرض أتوقع العدد سيزيد إن شاء الله ويخصص المعرض من برنامجه الثقافي مساحة كبيرة للأطفال لتقديم الأنشطة التعليمية والمهارية وورش العمل التي تعزز قدرات الأطفال الإبداعية نحن دار نشر متخصصة بالكتب العلمية للأطفال هدف الدار هو تبسيط الكتب العلمية تبسيط المواد العلمية تجيع الأطفال على قراءة هذه المواد بشكل مبسط بشكل جزاب وعلى هامش فعليات المعرض يتم تقديم برنامج ثقافي يشمل مجموعة من ندوات الحوارية والأمسيات الشعرية وجلسات النقاش وورش العمل التي تناقش العديد من الموضوعات أبرزها الزكاء الاصطناعي وتأثيره على دور النشر واستخدام التقنيات الحديثة في صناعة النشر إقبال جماهري كبير على معرض المدينة المناورة للكتاب في دورته الثالثة وسط مشاركة متميزة للكتاب والنشرين المصريين حيث تعد مصر ثاني أكبر الدول المشاركة في المعرض بعد الدولة المضيفة المملكة العربية السعودية من المدينة المنورة لم ياء موافي التلفزيون المصري